اشتركوا في القناة في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وبعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اتخذت الدولة المصرية عدة قطوات استباقية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجه التحديات الاقتصادية العالمية انا اول مرة اتواجد في منفذ بيع وزارة الزراعة وبصراحة منتجات جميلة جداً متنواها قوي وأسعارها أفضل بكتير بكتير من بره يعني بصراحة يعني أسعارها لا تقارن بره بصراحة نزدت وستنوا حياتكم توفرة جداً ومريفة قوي قوي موضر طلعاً قويسة قوي لأن فعلاً مقارنة الأسعار هنا بأسعار بره الكواليتي حل والأسعار قويسة أسعار أخص من بره فعلاً احنا هنا عند ممتجات وزارة زراعة وصراحة الحاجة حلوة جداً وأسعارها جميلة كل حاجة موجودة ومنتجات رمضان موجودة كلها بأسعار طحف ده مبادرة منتزة جداً وفعلاً لها مفعول قوي الرئيس مع الشعب والرئيس قال الحاجة الغالية واخروا عنها ما تشتروهاش بصراحة بيعملوا حاجات حلوة وأسعارها جميلة جداً وكل الحاجات موجودة وبأسعار حلوة أحسن من بره الصراحة المبادرة كلنا واحد جميلة جداً بحيث أن احنا أول حاجة رز بره بـ 15 هو هنا بعشرة السكر بره بـ 15 هو هنا بعشرة فرق كبير لما أنا أجد 2 كيلو سكر أو كيلو رز كيلو سكر أوفر 10 جنيه أنا شارية الصرصة دي مبارح بـ 25 أنا بـ 20 بـ 5 جنيه برضو فما يبقى فيه 5 جنيه في كل منتج دي حاجة كويسة المبادرة بصراحة كل حاجة أنا لقيتها بسعر غري اللي أنا شفته خالص الحاجة كويسة جداً والسلع يعني السلع كلها في متناول إيد كل الناس وأرخص من مكانة الأول الله المبادرة دي زال فلو ربنا يبارك لكم ويبارك للناس المسؤولين بصراحة بالشرياء التجارة هاو جنب المسكو ببيع المكان يشوف هنا بكام هم ببيعها بـ 14 جنيه عندنا هنا جد جبت المدان بتاعتي وجد أخذنا مستنزماتنا من هنا أوفر وأرخص من بره بكتير وده منفذ يعني أصبر رحمة للناس كلها الأسعار بره وحشة جداً طبعاً فرلقيت لأ الأسعار جميلة قوي بصراحة مبادرة كلنا واحد بنسكر الرئيس طبعاً بس أستأذن بس لو فيه مراقبة على الأسعار اللي بره يعني السكر هنا بعشر ونص أنا جايباه بيرح بحواكين بـ 14 جنيه طبق البيت بـ 53 أنا جايباه بـ 64 جنيه لأ عايزين حد يراقب الأسعار اللي بره موسيقى وزارة التومين يعني فيه حاجات من الزلاعة الحمدلله هي أحسن من بره لأن فيه حاجات بره طبعاً في الفترة اللي فاتت دي الأسعار كانت عالية يعني وزارة التومين كل حاجة هنا لديينها موفرة بره مش موفرة ومغلينة حاجة سمعت اللحمة بره عاملة 150 وكيكنا الجامعية ليتا عاملة عارضها هي اللحمة وخمسة تسعين ونفس اللحمة ونفس جودتها فعلاً لشكو سيادة الرئيس عبد الفتاح سيشعى لنوم تبعنا المجمع ما شاء الله مليان من خيرات ربينا والحاجة نقول لها كتير الأسعار كويسة إن كان اللحمة برضو السكر الزيت الديين واللحمة ما شاء الله برضو كويسة وصعرها كويسة لأسعار كويسة أحسن من بره ودي الجامعيات دي يعني رمانة الميزان في البلد لأن عملية وجود الحاجة موجودة في الجامعية بيخفف على الناس كتير جداً أهلاً بحضراتكم مرة تانية طيب التقرير اللي حضراتكم شفتوه بدأ من يوم 16 مارس يعني من 10 أيام لحد آخر تقرير شفتوه أظن كان 22 أو 23 يا نديم مش كده نديم مطنشق 23 صح كده طيب فإحنا شفنا رأي الناس المواطن واحد الحاجة موجودة ده مما لا شك فيه اتنين الحاجة بأقل من سعرها عند حتة تانية ما هياش وزارة الزراعة وما هياش وزارة التموين خلونا بقى هنا بعد إذن حضراتكم نرحب بضيوفنا الأعزاء داخل الستوديو مرة تانية دكتور محمد القرش المتحدد باسم وزارة الزراعة زكا دكتور أهلاً إزاي الصحة كل تمام؟ الحمد لله السيد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين زكا أو السيد عبد المنعم إزاي الحال كل ماشي؟ الحمد لله الحمد لله طيب أول حاجة هسأل وزارة الزراعة عندها منافذ في كل حتة يا دكتور؟ آه تقريباً الحمد لله أول اسمح لأشكر حضرك كل سنة وحضرك طيب كل سنة وشعب مصر خير طبعاً إحنا عندنا الفترة الأخيرة شهدت الدولة المصرية طفرة حقية في مجال كل المجالات لكن مجال الزراعة وتوفير الأمن لغزائي الموطن المصري شهد طفرة كبيرة جداً وشوفنا حجم الإتاحة اللي أصبحت موجودة في الأسواق إتاح حجمها كبير دلوقتي إحنا بنشتغل في فترة الفترة دي فترة طلب زيادة على المنتج عشان رمضان صيام الكبير دخول إن شاء الله بعدها بعد رمضان هيبقى العيد للفتر ثم عندنا كمان شام النسيم وعندنا أعياد الإخوة المسيحين فالفترة دي فترة شراء كبير جداً واستهلاك كبير جداً من المواطن فإحنا عايزين ننقل إتاحة اللي الدولة أصبحت موجودة فيها للمواطن ونربط بشكل مباشر بين المواطن وبين الأماكن الإنتاج أو أماكن البيع بشكل سريع عشان نقلل من الحلقات الوسيطة حقا في تنسيق مع وزورة التموين والتجارات الداخلية مع كل المنافذ التابعة للدولة المصرية أمان ووطنية كل سلاسل المنافذ اللي موجودة بحيث يبقى فيه إتاحة موجودة ونعرض المتاح في مصر للمواطن المصري عملنا مبادرة اسمه مبادرة خير مزرعن الأهلين لأن الحياة كل ده من خير مصر ورايح لشعب مصر فخير مزرعن الأهلين وبدأنا نطرح للمواطنين كل المنتجات وكل السلع بأسعار الحياة أسعار منافسة جدا وده هدفنا منه إن إحنا نساعد مع وزارة التموين وبالنسبة مع وزارة التموين بنحدث استقرار في الأسعار عملنا 171 منفذ سابت في كل إنحاء الجمهورية عملنا سلسلة منافذ متنقلة وعملنا قافلة اللي هي خير مزرعن الأهلين موجودة تقريبا موجودة في كل يوم في عربيتين موجودين في كل محافظ بظهر تحت أمر الإدارة المحلية علشان يتواجدوا في المناطق اللي فعلا محتاجة بما يتواجدو مزيد Vill electrodes يعني يتواجدو في إي حتة لتواجدوا في المرس بس بيروحوا يتواجدوا في القرى بيروحوا يتواجدوا في التوابع عزب، نجوع، كفور طبعا هم state Share اأنهم نتواجدوا في المناطق وفكة بتواجدوا الإدارة المحلية هم اللي بيوجهوهم لكن احنا عاملين دي متنقلة عشان تروح للمناطق اللي ما بتقدرش توصلها المنافذ السبتة المراكز والمدن بيبقى موجود فيها كميات من المراكز السبتة كميات كبيرة سوى وزارة الزراعة أو وزارة التموين أو أمان أو وطنية أو تحية مصر أو مجموعات سلاسل منافذ كتيرة اللي بتنفذها الدول المصري أو حتى المبادرات يعني بيبقى فيه جزء كبير جدا من القطاع الخاص أو من المنافذ التابعة للقطاع الخاص بتقوم بتطبيق المبادرات زي كلنا واحد مثلا أهلا رمضان بالزبط فكل ده يعني موجود هنا هرجع لسوز عبد المنعم كرئيس لقطاع التجارة الداخلية اللي أنا فهمه كده من الدكتور محمد القرش إنه فيه تنسيق بيتم ما بين الزراعة والتموين شكل التنسيق ده إيه وفايدته إيه بس يعني كل صنوة بين الشعب المصري الأول إن شاء الله شهر الخير كله ما فيش النهاردة وزارة بتشتغل في معزل عن الأخر جميل أنا في وزارة التومين قد أكون 24 ساعة في وزارة الزراعة وإمكان لسه قبل التجام الكلمة معها الدكتور محمد فايم والدكتور نادا ولسه بأتكلمه عن سلالات الأمح والكلام ده كله لأن لو لا التنسيق ما بين الوزارات المعنية ما كان حدث هذا الكلام في توفرة السلعة وعدم وجود نقص في أي سلعة الفترة المعنية من هناك من التنسيق من وزارة الزراعة بعرف حجم الأرض المنزرعة بعرف الإنتاج وبنوقعنا عليها إحنا بيعرفين الاستهلاك بتاعنا دي إيه ونحدد الاستهلاك وممكن ومش بس وزارة الزراعة ووزارة التجارة وصناعة زي ما عملنا وقفة تصدير الفول والمسالع لتأمين احتياجات المواطن المصري في النهاردة النجاح اللي البلد فيه ده بقيادة سياسية وتحتها وزارات شغالة في تنسيق كامل مع بعض هو اللي أدى توفر سلع والنزوم بأسهار فالنهاردة وزارة الزراعة أنا في قرار مجلس الوزف في استراتيجية الأبنى الزائف في وزارة الزراعة قرار مجلس الوزف في القرار عشرين أنا كم أدفعوني مع وزارة التجارة في توفير الموجودات في الأسواق المصرية والمغزول الاستراتيجي والتسلع دي كلها فالنهاردة إحنا مع بعض على مدارة الـ 14 ساعة الآن يعني الآن اللي عاوز أقولك الأحسن من كده كمان بقى الأمح النهاردة كان فيه اكتماع لسه الأسبوع اللي فاتم معاً وزارة التموين ومعاً وزارة الزراعة والاتفاق ما بين المدرية الزراعة ومدرية التموين والإدارة والإدارة والمكتب والجمعية لحصر الأرض المزروعة الأمحة على أرض الواقع لحصر الأرض المزروعة أمحة على أرض الواقع عشان وزارة الزراعة تاخد إجراءاتها في عدم توريد أو المسبف عدم نرد أمحة وإحنا هنأخذ برضو محصولنا وتغزر دي قصة كبيرة أنا متطمن عليها شوي لكن بسي قصة كبيرة أنا يمكن في الفقرة دي عاوز المواطن يبقى فاهم قد إي أو إلى أي مدى أنا عندي واحد توفر في كافة كافة لش بعض متوفر كافة السعر اتنين السعر بقى السعر لما حصل زيادات لما يعني في أول أعلى الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا حصل بعد زيادات مبررة آه في زيادات في السعر لازم نؤمن في زيادات بس في زيادات مبررة وزيادات غير مبررة لما حصل زيادات غير مبررة الطاقة زيته والنولون زيته وبعد الشركات توقفت عن النقل يعني تديننا بان في مياه ولكن إحنا لسنا بمعزلة عن العالم كله هنتأثر بس تأثيرنا سيدوسف ضعيف جدا بزياد دولة التانية لأن إحنا من الفترة القدس السياسية بتساعد على تأمين المغزون الستراتيجي الفترة طويلة يمكن في الزيت عندنا ستة شهور ونص معبق زيت ولسه أول مبارد الغرض الغرض بتاعي اللي أنا عايزة أسأل عليه أنا السعر بتاعي في المنافذ سواء إذا كانت منافذ التموين أو منافذ الزراعة هو سعر أقل من السعر برة أقل من السعر كتير بقى حتين لما حدث زيادات غير مبررة نزلت أليات السوق النهاردة ورقابة رجعنا السعر إلى مكان قبل الحرب يعني قبل 24 فبراه آه طبعا ثم حصلت زيادات من 20 أصل تغفضات في المنافذ من 20% لـ 25% على سعر 24 فبراه أو ما قبل 24 فبراه وده نتيجة إيه أن إحنا بقلنا ثلاث شهور مع الوزير التوامين قاعد مع مين بنجيب أصحاب شركات الزيوت أصحاب شركات الماكورونا أصحاب شركات كل الشركات دي اتعاق مع عدة لقاءات بتغفضات هتعمل لتغفضات من 25% عمل التغفضات جبنا السلاسل ومنافذ اجتماع تاني والله شركات سين وصادها هتديك تغفضات كذا كذا تبدأ المنافذ تنفذ على أرض الواقع المنفذ مش هالنازل 25% من نفسه اللي زيادة جات من رأس فين الهرم ونتيجة تنصيق كامل نهاردة هذه التغفضات تم التفعلها من رأس الهرم تسمع تعالى نضيق 12 جنيه نضيق النهاردة في المنافذ بـ 8.5% والتسعة المعبق 9 جنيه الرز سيب من 6 جنيه و 70 قرش من 7 جنيه و 60 قرش إلى 8.5% معبق الرز الشعير لما زاد دكتور محمد في المطرة فاتت في الأرياف ونزلنا بقالات السوق الشعير كان وصل 7 وشوي السكر نزل السكر أنا عاوز أقول في حاجة للسكر بس عشان المواطن يبعارف السكر كان بـ 8.5% إحنا رفعنا إلى 10.5% صاحة كده والنهاردة الرز بيبع في السكر فيه بتسعة ونص وفيه بعشر موجود في السلات وموجود في المنافذ لو ما كانتش الدولة ويمكن معالي وزير التموين ما لو وفعش السكر في الفترة اللي فاتت من 8.5% السكر العلامي زاد يبقى عندك سعرين هيحصل فيه شحية في السوق لما قولك مانا صدر وبدو من نزله في السوق المحل فلازم تعمل سعر عادل لوفرة السلعة في السوق ويكون سعر عادل وتوفر سكر نهاردة احنا عندنا نتيجة الزراعات الدكتور محمد عارف الزراعات اللي حصلت في النهاردة السنة في البانجر مبكرا وزيادة توريد سعر بانجر 75 والأصل بتا 100 جنيه أدى لإيه ان احنا عندنا نهاردة السكر يعني نقول 87-90% من الاتفاق الزات نهاردة كنا بنحتاج 600-700 ألف النهاردة دي كلها نتيجة دراسات موجودة أنا هستأذن حضراتكم فان احنا هنروح لفاصل وعليز رجع بعض الفاصل يمكن على حاجتين حاجة منهم متعلقة يمكن بشكل مباشر بوزارة الزراعة هي مسألة أسعار الدواجن ومنتجات دواجن وبيض الناس يجي تقول يا جماعة هو الدواجن والبيض بيزيدوا ليه طالما أنا عندي اكتفاء ذاتي وانا لو رحت لمنافذ الزراعة أو المنافذ المختلفة جوا ما ستطلع الزراعة تطلع تموين يطلع أمان يطلع وطنية يطلع مبادرة كلنا واحد مبادرة أهلنا رمضان هلاقي سعر أقل من سعر الناس المفترية ويطرع هيبقى المتوسط كام دواجن حقيقة دواجن المتبوحة الدواجن اللي هي بسموها كيلو الفليب أين ولا إيه الفليب والبني والبني والدابوس والورك كرتونة البيض الدقلتي بيسموها طبق البيض على أيام بيسموها كرتون طبق كذا الحال النهاردة لو جدنا أنا دخلت مثلا مثلا الجمعية الاستهلكية بتاعتنا بتاعت زمان بتاعت وزارة التموين أدخل ألاقي الزيت بكام يقل قد إيه عن الزيت بتاع الأخ المفتري على كلنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام طيب خلونا نجدد ترحيب مضيوفنا الأعزاء دكتور محمد القرش والأستاذ عبد المنعين خليل الزراعة والتموين الزراعين اللي هيأكلونا طيب هنا هرجع للدكتور محمد القرش وكنت بقول على مسألة الدواجن بمنتجاتها المختلفة فرش مجمد في ليه بانيه مش عارف إيه زائد كرتين الأطباق البيض عشان أبناء الأجيال الجديدة ناس كتير تيجي تقول إيه والله جماعة ده السعر بتاع الدواجن زاد ده السعر بتاع البيض زاد طب هو زاد يا جماعة وانا عندي اكتفاق زاتي وهل في عندي أماء أقدر أشجع المواطن أقول له تعال اشتري من عندي هتلاقي السعر يفرق كذا في المية أو كذا جنيه يعني بصفا هو الحقيقة بالنسبة لمنتجات الانتاج الداجيني إحنا عندنا فيه اكتفاق زاتي تقريبا تماما سواء اللحوم أو البيض اللحوم الدواجن أو البيض جميل بيد المائدة طبعا ده نتيجة الجهود اللي حصلت قبل كذا طيب هل السعر محتاجين إن احنا نحافظ على المنتج إنه يستمر في عملية الانتاج يعني ما محتاج أحط سعر عادل عشان المنتج يفضل ينتج أو طبعا لازم المنتج يفضل ينتج علشان ما يجيش فترة يحصل لها فجوة لأنه لو حصل إنه هو بيخسر فهو ممكن يخرج بره دارة الانتاج طبعا هؤلاء كلها بتبقى حسابات لها علاقة بإيه تكلف الانتاج طبعا على الجانب الآخر طبعا ما هو ممكن يحط سعر أعلى من السعر أو أعلى من همش الربح المرضي بالنسبة لها طيب إحنا عملنا الآتي إحنا بنشجع المستثمرين إنهم يخشوا في مجال استثمار في مجال الانتاج الداجيني وبالتالي يزودوا من حجم الانتاج طبعا أنا عندي إنتاج بعمل منافس علشان نفتح فرص للمواطنين إنهم يلاقوا كم كبير من المعروض أمامهم عشان لو حصل إن حد بيغلي السعر أكتر من الطبيعي يبقى عندي بوابة هي بوابة المنافس وإحنا بنتكلم دلوقتي يعني مثلا وزارة الزراعة بنتكلم في حوالي 171 منفذ ثابت مجموعة منافس متنقلة وزارة التموين لو عدينا ممكن نوصل لـ 8-9000 منفذ موجودين في كل قرية وفي كل نجعة بننسق مع اتحاد منتج الدواجن علشان نحط كميات إضافية من منتجات الدواجن بالكامل بأسعار مناسبة جدا في كل المنافس سواء منافس وزارة التموين منافس كل منافس كل الحاجات اللي احنا بنقول كله يخش عنده كميات من إنتاج الداجيني بكميات كبيرة فيقوم يحدث استقرار في الأسعار ده يعود بقى على المواطن إنه هو يلاقي المنتج البديل لما يروح يشتري بني ويلاقي الراجل الجزار اللي هو بيعمل له البنية بيغلى عليه لا هيروح يجيبه من منفذ وزارة الزراعة أو منفذ وزارة التموين أو أي منفذ تابع للدول المصرية بسعر ممكن يقل على ولي حوالي 20-30% عن السعر اللي هو بياخد به فبالتالي يطلع بقى الحوم دواجن يطلع بيض هو أقل 20-30% ممكن تقريبا بنتكلم في الرنج ده تقريبا فهيروح هيلقي ده فرق سعر موجود طب أنا إيه اللي يخلينا أخذ من المنفذ ده أو من المكان ده أنا ممكن أخذ من منفذ وزارة الزراعة أو ممكن أخذ من منفذ وزارة التموين أو من أي منفذ تابع للدولة المصرية الراجل ده لما يلاقي السوق بيتحرك قدامه وديه أليات العرض والطلب كل ما زود حجم المعروض يقوم الطلب يستقر أو يحدث اتزان في سعر السوق وينزل سعر السوق طبعا الراجل اللي بيحاول يغلي ده هيدطر أنه ينزل بشكل مباشر وطبعا هيا بنسى مع كل الجهات المنتجة عندنا في مصر عندنا الإصلاح الزراعي عندنا مجموعة منافس تابعة الإصلاح الزراعي بندخها بشكل مباشر للمواطنين عندنا منافس قطاع الانتاج أو مزارع قطاع الانتاج بندخ انتاجها برضو لكل المواطنين من خلال منافس الوزارة وكل القطاعات الانتاجية تحت منتج الدواجن تقريبا وكل المزارع اللي موجودة عندنا في مصر بيخشوا من خلال هذه المبادرة علشان يضخوا كمياتهم من خلال منافس الدولة بكميات إضافية وحطين يعني عربيات بتروح على طول تحمل المزارع وتيجي تحط لكل الجهات اللي عندها استعداد انها تبيع بسعر عادل وبسعر المرضي للمواطن المصر هدفنا من ده ان احنا يحدث الدزان يحدث الدزان في السوق يحدث استقرار في الأسعار المواطن يشعر بحجم الإتاح اللي بقت موجودة عندنا في السوق الحياة والله احنا لما بنقول حجمي كبير جدا من الضفراط حصلت في القطاع الزراعة ده فعلا أمر واقع احنا عندنا يعني جهود كبيرة بذلت في هذا المجال ولما بنقول ان الدولة قادرة على ان هي تسيطر على الأسعار زي ما عمنا بيه كده قال اه احنا جزء من العالم بنتأثر وبنؤثر في العالم طبيعي ولكن في النهاية انا دولة قوتي بتبان بقى في الموقف دي صح ان انا قادر احافظ على ما يكونش الاثر كبير علي قادر ان انا احتوي وده حصل بالفعل شفنا في جاءحة كورونا العالم كله تأثر صح احنا كنا بنصدر ما يفيد عن المواطن اللي هما كانوا خمسة مليون طن تقريبا طب قتلا لشك بيقين في مواطن برجوازي ده مش عاوز يروح المعارض مش عاوز يروح المبادرات مش عاوز يخش من فزوات الزراعة هو برجوازي وحر عايز تشتري من برة ما تجيش تشتكي من الاسعار وفي مواطن للأسف عنده هاجس يجي يقولك ما اصل الحاجات دي ما بتبقاش جودتها زي ما هي البيض غير البيض الفراخ غير الفراخ فيه كلام من ده اللي انا عرفه هو نفس العلف نفس التطعيمات نفس الحاجة بياخدها الكل لا خلينا اقولك ما اضمونا اكتر طبعا كل ما في السوق كل ما هو في السوق هو بيغضع المواصفات القياسية المصرية كله له اشتراطات محددة موجودة ولكن احنا عندنا فيه المنتجات اللي بتنزل فيه الوزارة احنا طبيعي بيكون عندنا تكسيف للرقابة بشكل كبير جدا عليه الطباء بيترين بينزلوا يعملوا عينات وياخدوا عينات عشوائية يتأكدوا من سلامتها حتى كمان المنتجات الخضروات والمنتجات التأزاجة بيحصل برضو عندنا بناخد من السوق كله ولكن بنكسف كمان على منافس وزارة الوزارة عشان يطمئن المواطن ان احنا عندنا المنتج فعلا منتج جيد منتج عالي الجودة وبيلاقي احتياجاته فيه ويلبي احتياجاته فالجودة لأ موجودة مفيش مشكلة يعني يمكن من أجود أنواع المنتجات اللي ممكن ياخدها ياخدها من المنافس الدولة زيها زي اللي بتتبع في أدخل محل يعني اللي بتكون أفضل طبعا طبعا وأكسر ضمانة طبعا مضمونة بنسبة مليار في المية كل المنافس التابعة لتدول ده كلام جميل طب خلوني هنا أرجع مرة تاني أسوز عبد المنعم أسوز عبد المنعم أنا هرجع لنفس المواطن البرجوازي بتاع اياه أنا ما بروحش الجامعية تاني هرجع أقول له اشتري اللي انت عايزه من برا طالما انت راجل مش عاجبك الكلام ده لكن هرجع للمواطن اللي زي حالاتي طبقة متوسطة الناس اللي برضو محتاجة أكتر من الدعم إلى آخره هل في منتج لما هيجي يروح مثلا للجامعية أو هيروح للمنافس بتاعتنا بتاعت الدولة فييجي يدور عليه فيتقل والله يبصه والزيت اللي انت كنت عايزه ده اللي عليه السعر الجميل والتخفيض اللذيذ خلص فما فيش قدامه غير الزيت ده هل ده وارد؟ لا قدامه مش وارد في الزل الزروف اللي احني فيها والدولة القوية غير وارد الله ينور اللي يخده عندك بقى انفراضي اشجيني اشجيني النهاردة لما كان حد يدخل في المعارض دي والدخلين في المبادرات وكمية المعارض من الوزارات مش هعيد تاني ولكن لما تلاقي واحد بيعرض المندق ده عالتواصل الاجتماعي يعني مش جاي يقضي ضريبة يأسبوعه ماشي اه ولكن عنده الرز بكذا عالتواصل الاجتماعي وعند الزيت باربعة وعشرين جنيه الناس اللي راحت جابت الزيت بواحدة ثلاثين جنيه قبل الموضوع المبادرات ورجعت النهاردة تلاقيه باربعة وعشرين جنيه لأ الزيت متوفر لأ مش خد بقى لما معالوزير التموين والتجارة الداخلية مع معالوزير التموين يفتحوا معرض اهل رمضان في شهر الفصل كانت الاتفاق حتى تظل المعارض لبعد شهر رمضان والشوادر طول شهر رمضان لا أقفل عند الحتة دي بقولك شجيني تسيبني كده يعني المعارض والمبادرات دي مستمرة ولا المبادرات تنتهي في منتصف شهر رمضان أظن 13 رمضان لا 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 سيد يوسف خد بقى انفراض بقى المعارض المعارض مستمرة وتم التنسيق مع معالوزير التلموين المحلية بالتنبيه على جميع المحافظات بالشوادر والسيارات بعد شهر رمضان مش اهل خد الجليل بقى يعني أهلا رمضان مكمل معايا الحد بعد برمضان المبارك مش كده بقى أخد الجليل بقى حضرتك هشجيك اهو أربوك يجي بقى في افتتاح المعارض الرئيسي يوم 24 مارس لا يظل في أرض قاعة المؤتمرات اللي هيستر سبعة أيام يقوم بقى يتتوجه مع دولة رئيس مجلس الوزراء اللي قال نصا صريحا ان في حرب مع روسيا وأوكرانيا لا يعرف مداها ان هي تنتهى على اي ولا امتى ولا اي حاجة وانا حطينا أصعب الاحتمالات وعندنا البدائل لكل سيناريو ولكن وجه توجيهات صريحة ان تظل المبادرات والشوادر والسيارات المتقلة طول العام للمواطن المصري الرفع لعباء عن المواطن المصري طول العام يعني الشوادر ومنافذ المتقلة والمعارض واتشجع واصدر ان الادارة المحلية بده ما تعمل واحد يشغال طريق ويشغل مع لا هتظل المعارض والشوادر والمبادرات شغالة حتى نهاية العام ده تنسيق الوزارتين زائد التنمية المحلية زائد التنمية المحلية بتعادة وجهات من دولة رئيس المدرس الوزراء ايه الكلام ده لحد يوم 31 ديسامبر مستمرين وقالها بالنص الحرب لا احد يعرف مداها هتوصل لفيدة وعندنا حطين جميع الاحتمالات وحطين اسوأ الاحتمالات يعني الدولة بتدار وقلت لحضرتك بيقى في قرارات لمنع استطاد تصدير الفول ومشيقات ودينة لتأمين في قرارات واتخذت بتبكير المعارض المفرض المعارض كان بيبدأ المعرض الرئيشي بعد يوم لا احنا بدأنا من يوم 15 الشوادر بدأ بدأ بسبوع هذا الامح جمعيتي والامح بدأ جمعيتي فود التوريد كان بيبقى في ابريل بيبقى 15 ابريل احنا بدأنا من 1 ابريل بدأنا من 1 ابريل فالنهاردة التبكير بالمعارض والشوادر أدت كله في حاجات أنا مش خارج نتاج شغل مش عاوز أقول عليها في قرارات اتخذت التبكير بالمرتبات والزيادات ومشيق ده مش تعطي كل فيه قرارات متخدة على أرض الواقع لرفع العباء عن المواطن المصري تبدأ كلام أكتر من رائع هنا هروح لحضراتكم برضو يمكن قد يكون في السؤال المشترك ما هو غير منتج في مصر على سبيل المثال الحاجات الرمضانية يعني المكسرات اللي مش كلام من ده يا ترى هل ترى هل ده متوفر برضو بأسعار معقولة أنا ضد فكرة أنه أصل المواطن اللي على قد الحال ما يجيبش من أصل حاجات يعني من نفسه إن شاء الله ربع كيلو ليه هو والعيال من نفسه حقه بني آدم الحاجات دي موجودة وأسعارها أحن من بره آه موجودة عندنا في المنافذ منافذ وزارة الزراعة موجودة بالكامل نفس التخفضات بنفس القيم بتاع التخفض لكل من الكلمة لو تسمع لي لو تسمع لي أنا بس أورد السلعة دي من بر ماشي صح اللي مش ده جاي بقاله 8 شهور و 6 شهور عندنا ملحظة اللي مش سنتين ومش عفو بعد السلعة 3 سنية حلو أنا بس أورد السلعة اللي مش ده متعقد عليه من 8 شهور عشان يجيبه من بر بخش لطاعة التحفظ الصحي وتيجي من الجهات الرقابية أربع جات لو ابن حضرتك في السنوية العامة مش من درس الرضا بيأخذ الورقة أو من درس إنجهزة بيأخذ الورقة برقم سر وبيعلم نفس السلعة دي بتخش السلعة أربع جهات بيأخذوا عينات منها سرية لما تطلع النتيجة صلحة ومتطم من الناس سليمة 100% وجد المصرية أطرح في السوق ومتطبقة للمواصفات المصرية بيطلع النتيجة اللي هو إفراج النهائي يتم تدولها في السوق وإحنا متفقين من 3 شهور فات مجهزين إحتياجات شهر رمضان اللي بتزيد 50% عن الشهور الأخرى أيوة وعارفين استهلاكنا ووقفين على هذا المنظومة من زمان فالأسعار دي موجودة من 6 شهور 8 شهور وعليها تخفضات برضو موجودة في المنافس بتاعتنا من 20 إلى 25% زيها زي السلعة الأخرى ما فيش فيها أي اختلاف لأنها موجودة قبل هذه الظروف بإذن الله أنا هي الفقرة كانت قسيرة بس أنا أعتقد أنها كانت مكسفة ولو نوعا إلا أنه وبالتأكيد هنتقابل تاني يمكن مثلا بعد أسبوع كده من رمضان وحادكم طيبين وكن بنطمن الناس أكتر وأكتر اللي أنا وثق فيه إنه وزارات حضراتكم بكافة الأجهزة المعنية مجلس الوزراء شغال الله ينور فأنا متأكد أن إحنا هيعدي أول أسبوع من رمضان لن نجد أزمة على الإطلاق ساعتها بقى هنعزمكم بودوا تيجوا عندنا ناخد كبايتين خشاف باليميشية مع شوية طمر من اللي هم مش بعيد بودوا نا كلنا فرخة من فرختين من بتوء 3 فرخات عشان إحنا 3 من بتوء وزارات الزراعة ونتكلم مع الناس إن إحنا نطمنهم آدي الوضع بإذن الله سبحانه وتعالى مستقر وزي الفل المبادرات مستمرة حتى 31 ديسمبر 2022 زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتلنا أشكركم جدا على هذه الطمأنة أشكركم جدا على وجودكم معنا خطوة عزيزة زي ما بتقال كل سنة ونتطيبين رمضان كريم عليكم جميعا وتحياتنا أيضا للسادة الوزراء المعنين خلصة الحلقة لحد كده صحيح الكلام لسه مخلصش إن كلنا العمر نتقابل بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى وبرنامجكم التاسعة سلامات